صاحب وجدني هذا اليوم هو شخص يمتاز بكونه كريم، شجاع، عطوف، باسل ونبيل، معطاب جدا ومحلوظ جدا، شديد وحازن ونشق، لكن في نفس الوقت محب السيطر، فضولي وأنان، عنيد، وعليم الصبر وعليم الشفقة لكثير من الأمور، وأيضا جسر وغير معذر، هذه الصبرات تتجسد في مولود بورج، في النمر، النمر الشخصية تحت دائما أن تكون في الطريعة، شخصية أنت أسميها قيادية، عسكرية، نشط، حركة، النمر يكرها الامور الروتينية، يكرها أن يكون في مكان لفترة زمنية طويلة بدون حركة، بدون نشاط، بدون فترة، الفعل أو عمل يحتاج أهمية، بدون مشكلة حقيقية، النمر الشخصية قوية ومبتزمة، أينما حل، وأينما جلس، وأينما تحرك، هو شخصية تجرب الأنظار من قبل الآخرين، شخصية قوية، قادر على أن يؤثر على الآخرين بشكل لا إرادة، واثق من نفسك، واثق من تصرفاتك، وكثيرا ما عندنا نزع من التملك، في بعض الأحيان نكون شخصية مغرورة، لكن يبقى النمر شخص مساعد للآخرين، داغما يتبنى مشاكل الآخرين، داغما يحب أن يكون شخصية مطلوبة من قبل الآخرين، وهو أهدى للمساعدة، أبدأ أسنيني هو قائد فعلي، واستقلالي في نفس الوقت، النمر الكريم، وفي نسوقته فضولي، يحب أن يعرف معلومات كثيرة، والحقيقة، الفضول يجأ له قضية واحدة من ضمن حرارة تجنب الأعداء، أو معرفة نقاطة في الأعداء مثل الفضول، فهو يحاول قدر الإمكان أن يأخذ معلومات من الآخرين، كي يعرف كيف ينتصر في معركته بين روسيا، من جانب، من جانب ثاني حتى لا يجعل الآخرين كثيرين الأسئلة بالنسبة لي، أو يأخذ معلومات من عندها، لأن النمر بشكل عام، لأن النمر بشكل عام، يكره أن يستخف به، ويكره حقاً أن أحد يتدخل في شئون خاصة، حاجاته يتملك بشكل خاص، ليست تدخلات حتى معقرب الناس بالنسبة لي، النمر هو دائم الاعتراض على الأنظمة، وهذا نرى غالباً ما، أو معظم الحركات العسكرية، الحركات الثوهية، نشوف قادتها نمور، أو من أبراج برج النمر، النمر ممكن أن ينجح أيضاً في مجالات متعددة أخرى، لكن ممكن ينجح في مجالات أيضاً من فنون، ممكن أن ينجح في مجالات الكتابة، الصحافة، لكن أكثر الأمور اللي ينجح يُعرز بها، الأمور الميدانية كفار العسكري، أو الأمور اللي هي علاقة بالسياسة، سلك الشرطة، سلك قيادة الأحزار مثلاً، قيادة التضاورات، النمر الشخصية محظوظاً، وهو يكاد يكون من أكثر أبراج الصينية على الأطلاق، محظوظ، لسبب مهم أن شخصية مغامرة، وعادة الشخصيات المغامرة الحظة فيها، بسبب هذه الخصلة، هذه المسألة الموجودة فيها، فوقع المغامرة موجودة عند النمر، النمر لا يخاف، أو بشكل أمور شخصية جسرة أيضاً، لا يواعي الأصول، عندما تكون عنده هدف معين، يسعى الهدف بشكل صريح وواقع جداً، الرجل النمر، شخص، أبدأ أسمي، ذو قوة، وذو عزيماً، يحب الإمرة المستقلة، على شرط أن تكون هذه الإمرة درجة ثانية، يحب المنافسة، يعني، أو مع صح ما، يتقبل فكرة أنه تهوق الإمرة، الرجل النمر، يحب الإمرة المستقلة، لكن على شرط أن تبقى درجة ثانية في المنزل، النمر بشكل عام، يحب الحياة الأسرية بشكل عام، والزواج بالنسبة للإتفاق مزرج، ولهذا دائماً، يرثر من البرج النمر، أن يكونوا خارج البيت، تكون أتم محاطم، أو المنتدرات معينة، يرابون عن أراءهم وأفكارهم، بكل حرية واستقلالية، البيت يخلقهم، البيت نوع من يسبرهم، من القلق، والضجر بشكل أو بأخر، النمر يحب الإمرة الذات الأنوثة والرشاطة والحلاوة، يحب الإمرة تشكو له في أوقات معينة وتحتاجها، لكن لا يحب الإمرة دائمة الشكوى، يعني بمعنى الصحة ولا يحب النساء الضائفات، لكن لا بس أن تكون الإمرة بالنسبة المحبوبة والمغضوبة، أن تشكو وتكون أتحالات من الضرف، حتى يرى أن يظهر لهذا مساعدتها، أو يرى التقديم إيد العام لها، النمر بشكل عام مؤمن بأنه هناك قضية في هذه الحياة، ولهذا هو دائماً يسعى إلى النوم المعقدة، ما تستهوي أموال بصيرة، أي شيء إلا علاقة بالتقييدات، إلا علاقة بالقضايا المهمة، إلا علاقة بالنشاط، بالحلوية، بالتفكير، وبالحاكم، النمر يسعى لها، يكتل النمر العام الروتيني، فهو لا ينجح في الأمور الوظيفية، بشكل عام ينجح في الأمور التي تتطلب الحاكمة، تتطلب الإبداع والنشاط قيمة في نفس الوقت، بالنسبة إلى الأمر، النمع، هي إنسان شديده الجاذبية، وأكثر ما من إنسان هي الجاذبية والغريزة الجنسية، هي ليست جميلة بمعنى الجمال، لكن تمتلك غريزة وخفة دم، وجاذبية جنسية بإمكانها أن تسفر على أي رجل، فهي إنسانة من هذا الجاذب المتميزة، لا تخضع إلى الآخرين، إنسانة قوية، وإنسانة مستقلة ومعتمدة على نفسها، أي إنسانة كريمة ومعطاء، ما تهتم بالأمور الثانوية أو الأمور الصفحية، هي دائما تهتم بالأمور الأساسية في الحياة، النمرة عندما تقع في علاقة حب، تخلص إلى حائدها بشكل كبير جدا، لكن عندما تعاني أو تواجه النوع الصدمة من الحبيب، فإنها راح نشوفها تتألم ألم كبير جدا، لكن ما تبوح بألمها إلى الآخرين، ممكن أن تقتر ليلة تاملة أو ليالي في حالة من البكرة، التي بينها بين نفسها، تعتبر أنه مسألة المحاكاة الآخرين، أو الإفصال أنه موجود في داخل، حقيقة الآخرين، هو الانتخاص أو ضعف بالنسبة للشصية، لهذا أبدأ لأقول قلب النمرة، هو قلب عميق جدا، لغرض أن يهوص به أي شخص يحتاج إلى إمكانيات كريير، ومن الصعب جدا أن نكتشف أحاسيس النمرة، إلا إذا كان شخص دو مواهب خارطة وعب قريب، النمرة هي إنسانة عاطفية من جانب معين أيضا، وحساس أيضا، تتأثر بالكلمات، لكن هي ذكية، وما تغضر أن يستخف بمشاعرها وإحاسيسها، لكن بشكلها تواجه متاعث الحياة الزوجية، وكثيرا ما، يواجه مولودات مورجينما إخفاقات بين البحات الزوجية، لسبب مهم، هناك صراع كبير، ما بين الاستغلالية، وكيف أكون ذاتي، من ناحية العمل، من ناحية الاشتهاد، وكيف أخص إلى رجل آخر في الجانب المنزل والحياة الزوجية، هذا هو صراع مستمر بالنسبة للحياة الإنسان النهارة. من جانب آخر، تحب دائما أن تجد شريط حياتها بشكل دقيق، ولهذا، الدقة بهذا الجانب، التفكير بهذا الجانب، في نفس الوقت للحياة العملية، وضموح مساعدة عن حد الموجود، الكبريال الآلي قد يجعلها الآن من إخفاقات كثيرة للحياة الزوجية. في كثير من الأحيان أيضا، نجد كثير من النهارات العزفات عن الزراج، الأهم بالنسبة لي، كيف أن تحقق ذاتها وكيانها، وكيف أن تجد الشخص المناسب اللي ممكن أن يعطيها ما تحتاج إلى، بشكل دقيق، وبشكل شغف مثالي، طبعا، لهذا الشفار الحالة، كانت تكون حالة صعبة جدا، للحصول على الزوج المناسب، بالنسبة لي، بالرغم من كون إنسانة ذكية، وواعية جدا، وتعرف ما تفعل. النمورة بشكل عام، أكثر ما ما ينسون هي الحركة والنشاط والانتفاض ضد الأنظمة، الحروض التي تأتيهم أكثر أسنائها، طبعا من ذهب، وهذه الحروض التي تنتيجها للمجازة اللي قلوم بها، إضافة إلى هذا، هناك نوع من نوع النمورة التي غالبما يعارض حياتها إلى المخاطر، اللي هو النمر الناعي، الصنف الناعي، هذا الصنف غالب ما يتعرف على المخاطر بسبب التهور الكبير الموجود عنده، وبسبب الاندفاع والحماسة، من مؤلاء برج النمر، فيدل كاسطر، جوزف استارين، عبد الكلم قاسم، الفنان المصري سودا غنزي، النور المالكي، هؤلاء كل هم من مؤلاء برج النمر، طبعا هناك الكثير من الشخصيات البارزة أيضا، لكن تكثر ما يبرزون بالأمور الميدانية، ترجمة نانسي قنقر